مدينة والعيون والتي اعطيت بها الانطلاقة الرسمية لعملية المحافظة على الحرف المهددة بالانقراض بالاقاليم الجنوبية برنامج يروم المحافظة على ثمانية عشر حرفة تتعلق بصناعة التقليدية الفنية والانتاجية روبرتاج محمد مصطفى خية ومحمد مولود من لا يخاف خلال هذا القيطة وصلي بالعيون تم الاعلان عن الانطلاقة الرسمية لعملية المحافظة على الحرف المهددة بالانقراض بالاقاليم الجنوبية وقد مكن هذا البرنامج من وضع منظومة متكاملة وملائمة للمحافظة على التراث الثقافي المادية للصناعة التقليدية بالمغرب بالنسبة لنا في المنطقة الجنوبية تم التركيز على اربعات الحرف هي الحصائر مصنعات النباتية وكذلك الشعار شي ديال الخيام التقليدية وكالعود ديال الجداري والمصنعات الجلدية وهي حرف مهمة مهمة نعلمها لبناء الشباب ولما حافظنا كاملين خارط جميع لو يزارة ولا احنا كمنتخبون ديال منطقة باش نحافظ لهذا التراث اللي هو التراث محلي ثمانية عشر حرفة من الصناعة التقليدية والانتاجية واحداث موقع الكتروني مخصص للتكوين عن بعد لهذه الحرف تضمنها هذا البرنامج وصلنا الى حتى الان 18 حرفة الى حتى الان وربعة وما الان نحن بصددها في مدينة كايور يجب التركيز اساسا على نقطة هامة وهي اعادة التفكير في طريقة عمل لمكاتب الدراسات التي تفيد الى مدينة كايور الى قانم الجنوبية لقيام بمشاريع التنمية والحفاظ على بعض الحرف انشطة وزيرة صناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضمنية اختتمت بزيارة مشروع تهيئة مجمع الصناعة التقليدية وكذا ورشتين اخريتين تعليان بنسيج الخيام والمصنوعات النباتية اشتركوا في القناة